شفة الشرق الأوسط في عنوانها حجب مواقع عالمية قطرية في السعودية والإمارات ومصر في التفاصيل أثارت التصريحات التي اطلقها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أل الثاني مساء أول أمس واعتبر فيها أن لدى إيران ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله وله ليس من الحكمة التصعيد معها أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا وبعد نحن ساعتين من نشر بيان تضمن تلك التصريحات على وكالة الأنباء القطرية الرسمية حجبت أمس السعودية والإمارات ومصر مواقع إعلامية قطرية رسمية مدعومة من قطر مثل موقع قناة الجزيرة ومواقع الصحف الإلكترونية فيما شند بعض وسائل الإعلام السعودية والإمارات هجوما على قطر وصفة البيان القطري بأنه يشق الصف العربي والإسلامي شكرا